مشاهدين الكرام اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواطن مصر حلقتنا النهاردة مختلفة هتكون بعنوان التعدي والفساد على المؤسسات الخيرية بمحافظة الاسكندرية معنا ديوف حلقتنا الكرام النهاردة الاستاذ شكر راجح مدير الرياضة بمشروعات التأهيل اهلا بحضرتك الاستاذ محمد صابر المستشار القانوني محافظة الاسكندرية شرفتنا يا فندم اهلا بحضرتك نبدأ معاك استاذ شكري هتعرض مشكلة مركز التأهيل للمؤاقين باسكندرية او ايه اللي حصل في مشروعات الرياضة عندكم بخصوص التعدي والفساد احنا الحمد لله ربنا من علينا انا ومجموعة من اصدقائي وعملنا مجموعة مشروعات متكملة في مجمع السيوف شماعة للتأهيل الفكري وبنعاني من ست سنين وانا تتذكر حضرتك صورت معاك في مواطن مصري من ثلاث سنوات الفين وستاشر بالزبط وكانت وقعت اغتصاب المشروعات بالبلتجة بعدما المجلس القديم حاول بالقانون رفع قضية وفي الاخر تنازل عنها لعدم جدواها وطبعا كان الاستاذ محمد صابر وليا الفخر ان انا قدمه انا قلتلك في الحلقة اللي فاتت اتمنى اقدملك اتنين محامين في منطقتنا بنفتخر بيهم الاستاذ محمد صابر مستشاره القانوني واللي كسب القضية اللي فاتت وكل المحاضر والقضايا اللي اتعملت لنا والاستاذ محمد عثمان كان ممكن يجي معنا لكن ظروفه منعته المهم ان هم حاولوا كل المحاولات لاقتصاب المشروعات بتبدأ الطريقة بان يعرقلوا المشروعات ويحاولوا ان المشروعات تفشح اديني حضرتك نبزة عن المشروع كده من الاول المشروعات عبارة عن ايه المشروعات عبارة عن ملعب نجيل صناعي وسنتر تعليمي صالة ألعاب كتالية وصالة تنس طولة كوفي شوب انتظار يعني قاعة انتظار وحضانة وقلنا سنتر تعليمي ومسجد صغير كمان للاطفال زاوي الاعاقة دي ده غير اللي منعونا نعمله اللي هو مطعم كان مفروض نعمله تطوير وكمان حمام سباحة منعونا ان احنا نعمله وده كله اثر على فكرة وكمان فيه فكرة الفندقة ازاي ان احنا نستوعب مراكز الشباب من المحافظات تانية لان مكان ما شاء الله انشئ في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومكان جميل جدا لكن كل مجلس بيجي بيتبع نفس النهج وهو محاولة افشال المشروعات لاغتصابها ما نضمش افكار وعايزين يسرق افكارنا وجهدنا وفلوسنا وده طبعا ان شاء الله احنا مش هنخليه يحزن طيب بالنسبة لصعوبة التعامل مع السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والله ايه المشكلة بالزبط يعني هل في حد تعدى عليكم هقول له حضرتك اولا وكيل الوزارة الجديد استاذ امام استاذ امام انا عندي امل كبير فيه انا قابلته مرة وتقريبا كل وكيل الوزارة بألتقي بيه مرة وبعد كده بنشوف الدنيا هتمشي ازاي فكلامه مطمئن جدا ايوه مبشر جدا وده اللي خلاني يعني امشي مع ناس تانيين افاضل احب اوجب لهم الشكر جميع يعني اللي سعوا في اتجاه اني وفاقوا الاوضاع ويعملوا التصالح بيني وبالمجلس الادارة الجديد مجلس الادارة الجديد خمس شهور بالزبط تموتوا المشروعات المشروعات ميتة دلوقتي كلها انا عند لحظة ان المشروعات ماتت ساعتهم على كده خلاص مش هصارع ولا هعمل مشاكل خلاص انتوا بتموتوا المشروعات بس باسباتات قانونية عليكم تقطعوا الميا تمنعوا الفلوس الناتجيني حاجات كتير فانا ومجلس الادارة الجديد في ناس افاضل بتحاول انها تصلح بيننا انا بقول بينهم كأن انا كمان يعني مخطئ معهم مش عارف انا مخطئ في ايه اني جيت حطيت فلوس انا واصدقائي علشان نعمل مشروعات الريس بينادي بيها لصالح زو الاعاقة الزهنية اللي بيتبناهم والمفروض كلنا نتبناهم مش عارف زن بي ايه ان انا ست سنين في المرأة ده كله طيب نستكمل الشق القانوني مع المستشار محمد صابر بخصوص وقعة التعدي على مشروع عملاق بيخدم المعاقين زي كده في اسكندري بسم الله الرحمن الرحيم هو التعاقد تم بيننا وبين جمعية التعهيل المهني ممثلة في رئيس مجلس الادارة بتاعتها بصفة قانونية مع الوستاذ شكر راجح ومجموعة من الأصدقاء بمثلهم وستاذ شكر راجح في البندل بتاع العقد جمعية مشهرة او مؤسسة خيرية مؤسسة مؤسسة ده بالزبط كده ده قوانين والعقد تم توقيعه وتم مراجعته من وجلات الوزارة بتاعت وزارة التضامن تمام والعقد ده بموجبه انشأنا المشاريع اللي تفضلوا سالشكر ولسه اللي عليها من شوية فجئنا بعد كده المجلس الادارة اللي هو من سنة 2014 بيبتدي حاربنا بيبتدي حطنا معوقات بيبتدي الروتيني اللي هو اللي شبه يعني بيديلك بيعرقل لك كل حاجة طب هو مجلس الادارة حاليا منعقد ولا مفكت ولا ايه مجلس الادارة اللي احنا تعاقدنا معها تحل النيابة وفيه تحققات شغالة فيه بخصوص المخالفات المالية والادارية وفيه حد بيانوب عنه وفيه حد كان بيانوب عنه مفوض وبعد كده جي مجلس الادارة مجلس الادارة معين من وزولة التضامن المستاذ شكر من مجلس الادارة طبعا لا المستاذ شكر المتعاقد مع مجلس الادارة المتعاقد مع مجلس الادارة المجلس الادارة المجلس الادارة دي بالزط كده مجلس الادارة رفع علينا قضية فسخة عاقد عمل الاجتماع وعمل لجنة واللجنة قالت فيه مخالفات يعني زي ما بتقول كده الحكم والجلاد تمام ورفع علينا ضعوة فسخة عاقد بس الحمد لله فضل ما ربنا صدنا ليها يعني الحمد لله القضية فشلت يعني فيه حكم قضاء صادر بخصوص هذه المشكلة مع حضرتك ان التعاقد ما يحصلش فيه اي هم ما حضروش القضية تدولت بالجلسات والتأجلات وبعد كده لما رأوا القضية الشبه خسرانة انصحبوا منها واتتركت للشد ما كملوش فيها تمام حضرتك تمام استاذ شكري احكي لو وقعت التعدي بالزبط وايه اللي تم على المؤسسة الخيرية اللي فقل اطفال المعاقين احاب بس اديف نقطة والمستاذ محمد المحامي بتاع الخصم اتنازل بالمستاذ محمد عن القضية وعمل توكيل وده شيء مشرف جدا طبعا راجل تصادر بس احنا بقى شوف دخنا في اروقة المحاكم ومصروفات وحكايات ورؤات مدة سنتين بالإضافة للمحاضر كمان المحاضر 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 في الشرطة ومحاضر كلها كاينية تم تحريرها بالفعل اه تم تحريرها وسبتة وفي ارقام المحاضر ديات موجودة يعني وسبتة في سجلات الاسم انا انا مجهز ملف للنائب العام اه بالفعل وفي وقاقة لما منين ما هتيجي سيرت حاجة ممكن اطلعها طيب خلينا نقف عند حتة التعدي على المؤسسة اللي فيها اطفال او دار زي دار هاقول لحضرتك هو ده مع انه تم في الماضي وعملنا فيه حلقة اه الفين و وستاشر ايه وانتصرنا اه نوجزها عشان نخش في الجديد بالظبط نوجزها عشان اللي حصل ان اه ورقة زي اللي دايما بنتعرض له مكتوبة لأحد اه عمال الامن في المكان انه امنع فلان انا ما اتمنع من مشروعاتي اللي انا دفع فيها فلوسي انا واصدقائي من الدخول للمكان اه من الدخول للمكان اه و فلانة هي اللي تخش تمسك واحدة اه بالليل كانت في جلسة عرفية اه بتقول انا اخطط وبتعترف مين اللي كان بيشغلها كمان وفي اعترافات بكده اه طبعا وانتصرنا في الواقع دي المؤسفة دي اللي الخصوم بيته تلاتة بلتاجية في المبيت اللي بينام فيه الاطفال زاوي الاعاقة الزهنية بنينا وبناتا حضرتك شايف ان فيه فساد مستمر بخصوص المشكلة دي من سنوات طبعا هو 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 ماشيين بنفس النهجة يعني المرة اللي فاتت كانت ورقة بمناء الدخول اه دلوقتي تفويد برضو النفس عامل الام انه اه ايه يدخل و ايه ما يخشش يعني كرسي يخش ولا ما يخش فطبعا دي عرقلة ومش من حقهم يعملوا كده لان العاد بيقول انا بدير مشروعاتي لما جدخل توب ورملة وابدي اعمل مشروعات جديدة بقى قفلي لكن انا بدير مشروعاتي القائمة فده يعتبر عرقلة انا عملت ايه المرة دي ولذلك الحمد لله يعني ربنا من على بالهدوء في الحلقة دي لان انا عملت خطوة استباقية ايه لاني شايف النهج بتاعهم هو هو اذا كان في اللي فات ورقة هنا تفويد اذا كان في اللي فات تشهير اه هنا انا احدى المديرات في المكان بتتهمني بالنص كده دي ورقة اللي هتكون عند النائب العام وكانت عاملة استغسل كل الجاد في الدولة بتقول ايفل بتقول بالزبط كده شكري يا عبد المنعم راجح له باع في المقاولات ولديه عدد من الكحول وبعض البلطجية تفتيش السيوف ثاني رمل بلطجي في صورة مقاول يهدد كل من يقف فيه طريقه من اجل اتمام هذا المشروع التجاري الضخم التجاري الضخم ما زالت مديرة اخوها بقعدوا مجلس ادارة لها اخ تاني عامل في المكان اه يعني نفس اقولهم انت حبيبي يعني هنقول ان دي ات ممكن تكون اتعاق كاذبة من الشخص اه والله هنشوف لما انا بجدد بقى في اوراقي انا قلت له مبارح اتصلت بيه ده حبيبي قبل ما يكون المحمد بتاعي قلت له عارف البعد النفس يا استاذ محمد مش هكتبه ده مش هيتكتب لنائب عام ولا لأي حد البعد النفس بتاعي لما بدأت للم زيادة عن ستين مرفق هيكونوا في الكفر اللي عبارة عن ورقتين يعني ما يمثل ممكن يقرب من خمسة وستين لسبعين ورقة قلت له حزان تقوي الاول وزعلت على نفسنا استحملت ده كله ازاي وبعدين في لحظتها قلت لا لا الحمد لله ان انا استحملت وربنا قدرنا استحمل وبحتسب يا رب زعلي عندك اللي بتقول لك مقاول كبير والاستلاع على حقوق ليس لها من يدفع عنها اضيف نقطة بس البلتاجة بقى عشان بيسموها الكوميديا السوداء بقى ان انا البلتاج اللي عندي كحول انا اللي اتمرست عليها البلتاجية مرة وفي انتظار التانية هما بيجاهزولها طيب استاذ محمد بخصوص وقعة التعدي والادعاءات اللي ممكن تكون كاذبة في الاوراق او المستندات المرفقة مع الاستاذ شكري رد حضرتك ايه او ايه الشكر القانوني اللي بيعالج الموضوع احنا بموجة بالعقد اللي احنا تعاقدنا به تمام كل تعدي ده تعدي مادي تعدي غير قانوني التعدي اللي بيتم من قبل اي شخص سواء من الجامعية او من خارجي الجامعية احنا حقنا القانوني محمي بالقانون تمام وحنتصدى لأي وقع التعدي ليست مبررة العقد بيولد التزامات متبادلة العقد شريعة المتعاقدين احنا لا يوجد ادنى اخلال بأي بند بمودة العقد من طرف الاخلال كله بيبقى من طرف الجامعية اللي هي عدم التزام بمنودة العقد التعرض المادي فكل دوت بناخد عليه اجراءات سواء في وزارة التضامن سواء في وقالة الوزارة سواء في الاسم سواء في النيامة سواء للنائب العام سواء للرئيس الجمهورية احنا نقدر نقول ان عندنا قضاء شامخ وبنحترم احكام القانون ويريت يكون في استجابة سريعة من السيد المسؤول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية بخصوص مشكلة الاستاذ شوكر راجح الاستاذ شوكر راجح احد الاشخاص اللي كفحوا استلم الارض عبارة عن مكان مهمل كان مليء بالكمامة وبعدين بدأ يشتغل في المشروع منذ البداية لحد موصله لمرحلة النجاح استاذ شوكري رسالتك ايه للمسؤول او للسيد الوزير ومحافظة الاسكندرية بواجه عام انا رسالتي مؤخرا نحل الازمة اللي احنا فيها دي ازاي لخصتها في 3 اربع نقط بعتهم على الواطس لوكيل الوزارة بعد ما طلب مني كده اه لأستاذ صفط عبدالعظيم نائب رئيس تحرير الاهرام لنائب وكيل الوزارة واجهات اخرى انه هذا هو الاقتراح بتاعي انا ان احنا ازاي نتعامل مع الجماية في ظل اللي اضطرون ليه اللي هو بقى التقادي وسوق استخدام حق التقادي هم بيوسي واستخدام حق التقادي بيعملون عملية ارهاب يعني حضرتك تم تسعيد الموضوع لاعلى الجهات طب اعلى الجهات ومنتظرين الرد ولكن احنا النهاردة دورنا في الاعلام ان احنا بنلقي الدوء على المشكلة من خلال برنامج مواطن مصري لعمل استجابة سريعة من خلال المسؤولين نستكمل مع حضرتك انا الاقتراحات بسيطة جدا نمرة واحد عدم التعرض لينا عشان ندير مشروعاتنا وده حقنا القانوني والاستاذ محمد عامل انذارات 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 عدم التعرض بننزر الجامعية بتنفيذ والالتزام بتنفيذ بنوط التعاقد تمام الا هنضطر اللجوني المحكمة ومطالبة بتعوضات وفي محضر استاذ محمد انت عملت ما شاء الله حاجات كتير ممكن تبقى ناسين انت عمل محضر عدم تعرض بيخص رئيس الجامعية والعاملين كلهم بس قول لي بقى قزمتنا انا والاستاذ محمد وبقيت الشركة احنا لو جينا نطبق او ناخد حقنا حناخد حقنا من عامل او من حد احنا ولاد منطقة واحدة ما نحبش احنا عزين نشوف مين الكبار بيعملوا ليه كده اقول لحضرتك على حاجة يعني يبقى حضرتك عايز دور الدولة ايه وتحمينا بقى من جاة المؤسسات الخيرية عشان انا ما زعلش ابن منطقة انا مش حضر زعله ولا زعل اهله احنا اهل في منطقة واحدة فانديجي على نفسنا كتير اوري حضرتك حاجة احد الشركاء انت عارف الاخوة العسكريين عندهم الانتزام شوف كلامه ملتزم ولا لا وتعمل له محضر ايه سب وقصف نسمع كده الجملتين دول هو كاتبهم على الفيس يعني منزلهم على صفحته يجب تنمية الموارد الزاتية للجمعية في جميع انحاء فرعها لتحقيق جزء من الاكتفاء الزاتي حتى يتم الوصول لاكتفاء الزاتي الكامل بدلا من الاستمرار في الاعتماد على التبرعات من رجال الاعمال والاشخاص دون متابعة منهم شخصيا والاعنات المصروفة من الدولة المسقلة بالاعباء ولن يتم هذا الا بتغيير انفسنا وبتر كل الاعضاء السرطانية التي انتشرت في الجسد المصري التي تعوق كل عمل ناجح ونسف كل الصغرات القانونية والبيروقراطية البغيضة التي تمكن ضعاف النفوس من عرقلة نجاحات المخلصين جميل دي دي ايه العمل التطوعي لخدمة اولادنا عشان نشوف بس ازاي سبق وقصف دي من زاول احتاجات خاصة والمجتمع المحلي فالاعتماد الكل والمستمر على التبرعات والاعنات من الدولة بدون استفادة مستدامة وتنمية للموارد الزاتية تفسد ولا تصلح واخيرا ونحن بدأنا بتنفيذ التبرع المتابع والمستدام والذي يساعد في تحقيق جزء من اكتفاق الزاتي حتى ولو بسيط داخل مؤسسات تقليل السيف الاستاذ محمد تابع المحضر حافظه بس ازاي ده سبق وقصف فين سبق وقصف يعني قبل ما نختم حلقتنا بناخد رأي الاستاذ محمد وايه الاجراءات المتابعة اللي هتمشوا فيها بعد ازاعة الحلقة مباشرة ان شاء الله احنا ماشيين في نوعين من الاجراءات اجراءات فيها تصالح ووت تمام مع الجمعية يعني فاتحين باب المساعدة بارض منحاول نتصالح ومنحاول نلم الدنيا عشان خاطر من يمشيش في الاجراءات القانوني ايه فماشيين في خطين متوازين اللي هتصالح مع الجمعية ومنتظرين النتائج اه اللي احنا بنقول طلباتنا وهي طلب ما فيه شغل طلب واحد للتزابة بموت التعاقل ولكن سيظل المشروع قائم وبيخدم بإذن الله الأطفال الصغار بمسألة حياة وموت اه طيب استاذ شكري رسالتك ايه للمسؤول في اختام حلقتنا النهاردة وتكون رسالة طلعة من قلب رجل كافح سنوات كثيرة الاستمرار مشروع ضخم يخدم المعاقين زي لحضرتك بتعمل فيه رسالتي هوجهها للمسؤول اللي انا شفت انه ممكن الدنيا تتغير على دي وبتمنى له كل التوفيق من جلسة واحدة معاه وهو بيحمل طموحات وهو دارس دبلومة إدارة أزمات تمام وكلمني عن إنجازاته بشكل جيد وانا ما زلت متمسك بالأمل ويا رب ان شاء الله يجعل فيه الأستاذ إمام اه الامكانية يمكنه من امكانية حل المشاكل لجمعية وقال انا عندي خمس أزرع هي جمعيات كبيرة انا شبه حفظت كلامه عشان انا متوسم الخير فيه قال إنه عندي خمس جمعيات كبيرة من ضمنهم التأهيل المهني طبعا وعايز اعتمد على الجمعيات دي في إنها تقدر تساعد في العمل الخدمي والعمل الاجتماعي كمان ليا طلب صغير قوي عند رفاقي وحبيبي اللي شغالين في المكان هالس كندر اللي شغالين في المكان ما تحطوش نفسكم بيننا وبين الجماعية ده احنا في قضايا كبيرة فانتو بتتحطوا في الرجلين كده وأنا مضطر إن أنا أستحمل والمرار اللي شفته الست سنين عشان محدش منكم يتأذى نقطة أخرى حبيبي ونسايبي عائلات الحمراوي اتصلحوا معنا عشان نعمل المشروعات بشكل أحسن بدل ما هنخش في قضايا وفي نزاعات ممكن الطرفين يخسروا بس الطرف التالت الأهم اللي هكسر هو الدولة اللي هتخسر المشروعات دي طيب احنا في نهاية حلقتنا بنعتذر عن عدم المدخلات أثناء تصديل الحلقة ولكن نقدر نقول دي رسالة موجهة إلى السيد الوزير والسيد المسؤول الكبير ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة قبل وقوع أي أحداث أو أي مشاجرات الناس دول بيشتغلوا بيساعدوا الأطفال المعاقين حلقتنا النهاردة كانت بسيطة في نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذ شكر راجح شكراً للأستاذ محمد صابر المستشار القانوني شكراً لكم ونستكمل حلقتنا في أوقات أخرى شكراً وإلى اللقاء شكراً لكم شكراً لكم